الإيمان بالغيب الإيمان باليوم الآخر الذي هو من أركان الإيمان هو من أهم ما يضبطك في حياتك و يشكل سعادتك الله لكن لما يغيب عننا نعطي الدنيا كل شيء و نصبح كأنك مخلط في هذه الدنيا لا يا أخي ما أنت مخلط و القدر الذي نزل عليك يا أخي نازل نازل الله عز وجل هذا الملك كله لله يعلم أنك إن صبرت جرت المقادير وأنت مأجور أنت مأجور و إن لم تصبر جرت المقادير وأنت موزور لا شك أصبر لكل مصيبة وتجلد الله يقول الشاعر و أعلم بأن المرء غير مخلدي و أصبر كما صبر الكرام فإنها نوب تنوب الآن تكشف في غدي سبحان الله يعني يا أخي ما تدري أنت الآن شوف كيف بدأ هذا الطال الذي نحن فيه كورونا مثلا بدأ بطريقة كانت مفاجئة لنا صحيح بسرعة و انتشر و كذا إذا أراد الله عز وجل أن يرفعه سيرفعه حتى لو تغيرت كل التقديرات و الحساب سبحان الله لأنك تعرف أن أمره إذا أراد شيء ليقول له كن فيكن و لذلك الآن المؤمن في مثل هذه الظروف لماذا نحن بحاجة إلى إنا لله و إنا إليه راجعون حتى تنظر لهذا البلاء بالطريقة التي تختلف عن نظر الآخرين يعني هناك من انتحر في الغرب هناك من يعني لم يحتمل هذه التقارير و ظن بأن الأمر ليس له حل و آخر الأخبار انتحار أحد المسؤولين في دولة غربية لأنه يقول أن الوضع كارثي و أن مآلات الأمور يعني كيف ستكون ما تصوره أما المؤمن طبعا هذا الشخص مهما بلغ من مستويات العلم و المناصب و كذا تظل حساباته مادية رغم أنه يرى لكنهم لا يملكون المقادير الإيمانية لكن رغم أنه قد رأى أن تلك التقديرات التي كانت عندهم لم تنفعهم لما جاء المرض و مع ذلك ما زالوا مصرين على الحسابات المادية سبحان الله لأنه ما عنده حل آخر لأن المؤمن عنده حل آخر يعرف أن هذه التقديرات و هذه الأشياء نعم يستفيد منها المؤمن لكنها لن تقع إلا إذا أراد الله عز وجل و إذا أراد الله عز وجل أن لا تقع فلن تقع و إذا أراد الله عز وجل أن ترفع فسوف ترفع و إذا أراد الله عز وجل أن يستشري هذا البلاء فسوف يستشري إذن ما الذي تريده أنت حتى يصبح رجوعك إلى الله حقيقي أن تظهر إلى الله الافتقار هذه قيمة هذا الذكر و غيره شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة يعني نحن في هذا الظرف لما نقول إنا لله و إنا إليه راجعون أيضا بحاجة إلى لا حول ولا قوة إلا بالله و هو كنز من كروز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله استعانة إنا لله و إنا إليه راجعون استرجاع في مثل هذه الظروف أنت بحاجة إلى الأمرين أقصد الاسترجاع في الذكر هذا إنا لله و إنا إليه راجعون فقط و في الوفاة لا لا في كل الأحوال العجيب في إنا لله و إنا إليه راجعون كان عمر بن الخطاب يردده حتى إذا انقطعت نعله حتى إذا انقطعت نعله يعني كل مصيبة كل مصيبة ويقول رضي الله عنه لما سألوا أحد الصحابة قالوا يا رسول الله قالوا يا عمر يا عمر أفي نعلك تقول لنا لله وإن الرجل قال كل ما أحزن الإنسان فهو مصيبة كل ما أحزن الإنسان فهو ذكر عام فهو مصيبة فهو ذكر عام بل كان يقول بعض السلف عند ألم السن وكانوا يقولون في أشياءهم لماذا لأنهم يفوضون أمورهم لله عز وجل قيمة الذكر في ماذا؟ في أن تفوض هذا الأمر الصغير أو الكبير إلى الله عز وجل في كل إحوال شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة